استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو وزير شؤون اللاجئين الفلسطينيين أحمد حسن أبو هولي والوفد المرافق له حيث تباحث طرفان سبول تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي كما وضحت كريكو أن المحادثات تمحورت حول سبول تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لسيما في قطاع التضامن الوطني الذي يهتم بفئة اللاجئين إضافة إلى مناقشة قضايا أخرى متعلقة بالمرأة كون المرأة الجزائرية صاحبة سجل نضالي حافل بأسماء الشهدات المجهدات وأرامل الشهداء وكشف أبوه لأن الإقاء شكل فرصة لمناقشة كيفيات المساهمة في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات